والعبادة تطلق على معنيين المعنى الأول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به انتبه لفظ العبادة يطلق على معنيين المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد وتعرف بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما والمعنى الثاني او الاطلاق الثاني من اطلاق العبادة انها تطلق على المتعبد به وقد عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة